موسيقى المورد العشرون حصار للموصل الجديد وشركو الحفيد في الكامل الجزء العاشر في الصفحة التاسعة وما بعدها قال ابن الأثير ثم دخلت سنة احدى وثمانين وخمسمائة سنة خمسمائة واحد وثمانين ذكروا عود صلاح الدين إلى بلد الموصل والصلح بينه وبين أتابك الز الدين يقول ابن الأثير لما فرغ صلاح الدين من أمر ميا فارقين وأحكم قواعدها أجمع على العود إلى الموصل فوصل إلى كفر زمار والزمان شتاء فنزلها في عساكره وعزم على المقام بها وإقطاع جميع بلاد الموصل وأخذ غلاتها ودخلها وإضعاف الموصل بذلك ثم علم أنه لا يمكنه التغلب عليها وكان نزوله في شعبان وأقام بها شعبان ورمضان وترددت الرسل بينه وبين عز الدين زنكي صاحب الموصل فبينما الرسل تتردد في الصلح إذ مرض صلاح الدين وسار من كفر زمار عائدا إلى حران فلاحقه الرسل بالإجابة إلى ما طلب فتقرر الصلح وحلف على ذلك وكانت القاعدة أن يسلم إليه عز الدين شهر زور وأعمالها وولاية القرابلي وجميع ما وراء الزاب من الأعمال وأن يخطب له على منابر بلاده ويضرب اسمه على السكة إذن يذكر يخطب لصلاح الدين على المنابر ويضرب اسمه على النقود على العملة على السكة ووصل صلاح الدين إلى حران فأقام بها مريضة وأمنت الدنيا وسكنت الدهماء وانحسمت مادة الفتن وكان ذلك بتوصل مجاهد الدين قايماز رحمه الله أقول لا أعرف بالضبط مقصد ابن الأثير فهل يقصد أن صلاح الدين كان المسبب للفتن وعدم الأمان فلما مرضة أمنت الدنيا فلما مرضة أمنت الدنيا وسكنت الدهماء وانحسمت مادة الفتن هل يقصد هذا؟ هل يقصد بأن صلاح الدين هو كان المسبب لكل ذلك فلما مرضة ذهب كل ذلك سكن كل ذلك أو أن مرض صلاح الدين جزء السبب والجزء الآخر يعود إلى حكمة قايماز هاكم قلعة الموصل ونائب ملك الموصل الزنكي بل كانت إدارة الأمور فعلا بيت قايماز وليس الزنكي وقايماز مملوك وقايماز مملوك من المماليك أصله من سجستان والزنكية أيضا المماليك قايماز مملوك من المماليك أصله من سجستان والزنكية مماليك أيضا حيث كان جدهم أقسا قر مملوكا للسلطان السلجوقي التركي ملك شاه مملوك المملوك إلى أن يكمل ابن الأثير وأما صلاح الدين فإنه طال مرضه بحران وكان عنده من أهله أخوه الملك الملك العادل وله حين إذ حلب وولده الملك العزيز عثمان واشتد مرضه حتى أيسوا من عافيته إذا كان عنده أخوه الملك العادل وعنده ولده الملك عثمان واشتد مرضه حتى أيسوا من عافيته فحلف الناس لأولاده أمر أولاده ملك أولاده سلط أولاده فحلف الناس لهم بالسيادة بالأمر بالسلطنة بالخلافة بولاية الأمر فحلف الناس لأولاده وجعل لكل منهم شيئا من البلاد معلومة وجعل أخاه العادل وصيا على الجميع أقول ملك صرف وإقطاعات خاصة توزع على الأبناء وغيرهم ويكون كل منهم ملكا على على ما منح له من بلاد فتقسم البلاد الإسلامية إلى عشرات الدولات والممالك الصغيرة كل يعمل على هواه هذه أفحش من فدرالية المحافظات كل منطقة كل مكان يوضع عليه ملك وسلطان خليفة إمام ولي أمر فتقسم البلاد الإسلامية إلى عشرات الدولات والممالك الصغيرة كل يعمل على هواه وهذا كله حلال وشرع وإسلام وإمامه ووصية شرعية وحكم الله وفقط وفقط وصية الرسول الأمين بالخلافة لعلي عليه السلام بدعة يهودية وخارج عن الشرع والإسلام وكل من يقول بها وكل من يقول بها فهو رافضي مجوسي يهودي خارج عن الملة والإسلام مباح الدم والعرض والمال حسب شرع ابن تيمية وأتباعه دواعش هذا الزمان وكل زمان فيا ترى هل ترك عمر لأولاده شيئا من الحكم أو المال وهل ترك أبو بكر لأولاده شيئا من الحكم أو المال فعلى أي سنة ومنهج يسير هؤلاء المماليك ومن شرع لهم ذلك